السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعي القناة النهاردة الدرس العاشر من القرص الشامل لتعلم برنامج الورد والنهاردة هنتكلم على قائمة التخطيط الخاصة بالجدول تابعوا الشرح للنهاية انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود اهلا بكم من جديد النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن قائمة تخطيط ودي قائمة مرتبطة بالجدول يعني بتظهر مع الجدول زي ما اتفقنا المرة الماضية ان انا لما بعمل ادراك لجدول بيظهر لقائمتين القائمة الاولى تصميم جدول ودي تكلمنا عليها في الدرس اللي فات والقائمة التانية هي قائمة تخطيط طبعا لو انت ما شفتش الفيديوهات السابقة ممكن تنزل في صندوق الوصف هتلاقي روابط جميع الدروس موجودة في صندوق الوصف عشان تتعلم بالترتيب وتفهم كل شيء والنهاردة هنكمل معاكم ان شاء الله قائمة التخطيط وهنشرح كل محتوها بس قبل ما نبدأ في الشرح ما تنساش تعمل لايك جميل منك على الفيديو وكمان تشاركه مع كل اصحابك واشترك في القناة لو انت لسه اول مرة تزورنا يلا بنا نبدأ تعالوا بنا كده نعمل مراجعة سريعة اللي احنا درسناه في الدرسين اللي فاتوا اللي هو ادراك الجدول وتصميم الجدول حاجة كده سريعة اول حاجة بروح لقيمة ادراك وبلاقي كلمة جدول وبختار مثلا عدد الصفوف وعدد العمدة اللي انا محتاجة يعني مثلا نفترض ان انا عايز صفين في اربع عمدة بالشكل ده تعالوا نختار مثلا تصميم جاز من التصميمات اللي موجودة هنا مثلا زي التصميم ده تعالوا بقى نروح لقيمة تخطيط وفي القيمة دي هنتعرف على بعض الاوامر تعالوا مثلا نشوف الامر الاول وهو امر التحديد لو ضغطنا على سام التحديد ده هلاقي فيه اربع اشياء تحديد خلية ده معناه انه يزلل الخلية اللي انا واقف عليها طيب تحديد عمود ده هيزلل للعمود اللي انا واقف عنده يعني مثلا انا واقف في العمود التاني واخترت التحديد عمود فيزلل للعمود التاني وهكذا خلونا نكبر الجدول ده شوية عشان تشوفوا الموضوع بشكل اوضع لو انا واقف في العمود التاني وقلت له تحديد عمود فهيظلل العمود التاني بالكامل طيب لو انا قلت له تحديد صف هيظلل الصف بالكامل فيه بقى تحديد جدول ودي مهما انت كنت واقف في اي مكان اضغط على تحديد الجدول هيحدد لك الجدول بالكامل وعلى فكرة كمان لو انت وقفت مثلا على المربع اللي اعلى يمين الجدول وضغطت مرة هيظلل لك الجدول بالكامل ولو ضغطت في اي خلية وسحب هيظلل لك الصف ولو ضغطت برضو في اي خلية وسحبت التحت هيزلل لك العمود يعني الموضوع التظليل سهل جدا ممكن تعمله بالموز او ممكن تعمله بقائمة التحديد اللي موجودة في الاول تعالوا بقى نشوف الزر التاني عرض خطوط الشبكة يعني ايه عرض خطوط الشبكة طبعا انت مش هتحس بيه دلوقتي طب ايه السبب خلينا نلغي لحدود بتاع الجدول ده نروح لتصميم الجدول مرة تانية ونزلله بالكامل ونقول بلا حدود بالشكل ده لاحظوا دلوقتي الجدول بلا حدود ولكن انا شايف خطوط الخطوط دي تسمى خطوط الشبكة لو انا ضغط عليها مش هشوفها اصلا فهيبان ان ما فيش اصلا خطوط بين الخلايا ولكن الخلايا ما زالت موجودة يعني مثلا دي الخلية الاولى واللي بعدها الخلية الثانية وهكذا طب ايه المميز في الموضوع ده المميز في الموضوع ده ان في بعض الناس بتحب تعمل جداول ولكن الجداول دي معمولة لتنظيم العمل فقط يعني مثلا انت عايز تعمل جدول تعمل بيه زي دباجة موجودة فوق وتكون الدباجة دي منظمة وفي نفس الوقت الحدود اللي بين الدباجة دي ما تظهرش تعالوا نعملها بشكل عامل كده عشان تفهمه خلينا مسلا نبدأ كده نضيف جدول هنا زي ما انتو شايفين ادراج جدول وهقول مسلا صفين وتلات اعمدة مسلا كده او اربع عامدة انا عملت الجدول ده وعايز اكتب بقى هنا معلومات مسلا زي الاسم وهكتب هنا الصف وهكتب مسلا هنا الدرجة انا عايز الشكل ده يكون متنظم خلينا نزال للجدول كله وان نختار مسلا نمط الخطة اربعتاشر مسلا بالشكل ده دلوقتي انا مش عايز الحدود دي تظهر فهروح على تصميم الجدول وهقول له بلا حدود خلينا نزال لالجدول بالكامل ونقول بالا حدود كده ان انتو منحسوا ان البيانات منظمة بشكل جميل جدا بدون اي مشكلة ومفيش جدول ظاهر ولكن البيانات دي اصلا موجودة جوه جدول وده سببه ان هو أشاقي الحدود للجدول ولكن الجدول موجود بشكل فعلي يعني انا ده دقات اغاد اكتب هنا اغاد اكتب هنا الخلايا موجودة اغاد ازال الله يعني مثلا دي خلية هاي تمام طيب انا عايز اشوف الجدول ده يعني انا مش عايز حط حدود. لا انا عايز اشوفه بس. فهضغط على كلمة عرض خطوط الشبكة. فبيظهر لي هنا الخطوط بتاعة الجدول وابدأ اشتغل عادي جدا ومش هتظهر في الطباعة على فكرة. يعني حتى لو انت نسيتها وسبتها مش هتظهر في الطباعة. لان دي مجرد خطوط فقط وليست حدود. تعالوا بقى نشوف الزر الثالث وهو زر خصائص الجدول. وزر خصائص الجدول ده مقسم الى خمس تابات. جدول صف عمود خلية نص بديل. اول حاجة الجدول. اول معلومة عندنا الحجم. وده اسمه العرض المفضل. لو انا مثلا عايز العرض بتاع الجدول ده سبع سنتي مسلا. فبيعملي عرض الجدول سبع سنتي. ممكن اغير العرض مسلا أخلي عشر سنتي. فهيكبر لي الجدول ويخلي لي الجدول عرضه عشر سنتي. كمان عندي هنا المحاذاة. انت عايز الجدول فين? في الوسط. فبيعملك الجدول في الوسط. عايزه لليسار فبيخلو لك على اليسار عايزه لليمين بيخلولك على اليمين. وهتلاقي هنا في حاجة اسمها مسافة بدأة من اليمين. طبعا هو بيفعلها بس لما بتكون انت عامل محاذاة في اليمين. اما في الوسط بتكون غير مفاعلة واليسار بتكون غير مفاعلة. يعني مسلا لو اخترنا اليمين وقلتنا انا عايزه يبدأ من اليمين بعد واحد سنتي. فهو هيعمله محاذاة لليمين ولكن هيبدأ بعد واحد سنتي بالضبط. كمان عندي هنا التفاف النص. لو انا قلت بلا في التفاف النص ده معناه ان الجدول لما يتحرك بيقسم الكلام. يعني بيكون الكلام فوقيه او تحته. ولكن على اليمين وعلى اليسار مفيش اي كلام موجود. اما لو قلتله التفاف ده معناه انه بيخلي النص يلتف حوالين الجدول. لو قلت موافق هتلاقو النص جيه هنا على يمين الجدول. شايفين? اصبح النص فوق وعلى اليسار وتحت. ولو انا حركت الجدول مثلا على اليسار شوية هتلاقي اصبح الكلام على يمينه على يصاره وفوقه وتحته. ده اسمه التفاف النص. خلينا نزل المرة تانية ونروح لقائمة الخصائص. طبعا هنا في تعيين الموضع بيقول انت عايز الموضع بتاع الجدول ده افقيا. بيكون فين بالزبط? بيقول لك توسيط الى اليسار الى اليمين داخل خارج. ده بيعمل لك وضع الجدول افقيا. طبعا بالنسبة لمن? بالنسبة للهامش بتاع الصفحة? ولا بالنسبة للصفحة نفسها? ولا بالنسبة للعمول? طبعا انت بتختار اللي يريحك وبتشوف الموضع المناسب ليك. وهنا المسافة عن النص. يعني ايه المسافة عن النص? يعني النص ده بيبعد عن الجدول قد ايه? طبعا في عندك مسافة علوية مسافة سفلية وعلى اليسار وعلى اليمين. فممكن مثلا والله اقول له انا عايزه يبعد واحد سنتي من اليسار واحد سنتي من اليمين واحد سنتي مثلا من اعلى واحد سنتي من ايه? من اسفل. فهيخلي لك مسافات زي ما انتم شفتوا كده على اليمين وعلى اليسار ومن فوق واسفل بمسافة واحد سنتين. كمان من ضمن الخصائص في تعيين الموضع لو رحت لتعيين الموضع مرة تانية هتلاقي في خيارات تحريك مع النص واستماح بالتراقب. يعني ايه تحريك مع النص? تحريك مع النص يعني لما النص يمشي الجدول يمشي معاه. يعني ينزل معاه. اما لو شلت العلامة دي فلو انا حرقت النص الجدول هيفضل مكانه. تعال نشوف كده ونجرب. انا دلوقتي عملت ايه? ان انا لو حركت النص الجدول هيظل مكانه. بصوا. شايفين? الجدول مكانه. ولكن النص بيتحرك. انما لو انت اخترت تحريك مع النص ايه اللي هيحصل? هتلاقي الجدول بيتحرك مع النص. لو رحت مسلا اخترت تحريك مع النص. وقلت موافق. هتلاقي ان اولا ضغط من هنا كده. هتلاقي ان الجدول بينزل مع النص. شايفين? وبيطلع مع النص. ادي فكرة التحريك مع النص. من ضمن برضو تعيين الموضع حاجة اسمها السماح بالتراكب وده لو انت عايز تحط اشكال على الجدول فلازم تفعل الخاصية دي عشان يسمح لك ان انت تحط اشياء فوق الجدول. كده عنا تعرفنا على التفاف النص. فيه بقى اتجاه الجدول من اليمين لليسار لو انت بتكتب العربي. ومن اليسار لليمين لو انت بتكتب انجليزي. في عندي هنا الحدود والتظليل ودي تكلمنا عنها في قائمة التصميم. مش محتاجين نتكلم عنها تاني. ان انا بختار الحدود والالوان اللي تعجبني. يعني مثلا نفترض ان انا عايز اختار اللون مثلا الاحمر. فبالتالي الجدول الحدود بتاعته هتكون باللون الاحمر. دي طبعا تقدر تطبقها لان احنا خدناها قبل كده في قائمة التصميم. وفي عندي هنا زر الخيارات ودي هوامش افتراضية فيه هوامش علوية للجدول وهوامش صفلية. هوامش خاصة بالجدول. ما بنستخدمهاش قوي. ولكن لو انت حابب تعمل هوامش للخلايا اللي موجودة بتاعت الجدول ممكن تعمل هوامش. يعني هيخلي لك الجدول ده كأنه صفحة ولها هوامش. بس طبعا بتكون مش عملية قوي. وفي عندي حاجة اسمها التباعد الافتراضي للخلايا. لو عملت السماح بالتباعد ده معناه انه هيعمل لك تباعد بين الخلايا. بصوا كده معايا هيبقى شكلها جميل. للناس اللي حابة تعمل كده. عمل لك مسافات بين الخلايا. نرجع تاني للخيارات. في عندي طبعا زر اسم متحجيم تلقائي لملاءمة المحتويات. وده معناه ان الجدول بيتسع وبيكبر وبيصغر على حسب الكلام اللي موجود جواه وكنا تكلمنا فيها قبل كده. ولكن هما بيكرروها في اكتر من قيمة. كده تعرفنا على الجدول. تعالوا بقى نتعرف على الصف. في الصف هنا ركزوا بقى معايا. هنا بيبدأ يقول لي انت عايز الصف ارتفاعه قد ايه? طبعا انا ممكن اخلي الارتفاعات محددة. يعني مثلا والله اقول له انا عايز الصف ارتفاعه واحد سنتي مثلا. وكلمة على الاقل دي يعني على الاقل واحد سنتي. يعني ممكن يكبر عن واحد سنتي. اما لما اقول له تام ده معناه ان واحد سنتي مش هيكبر. فاقول له موافق. فبالتالي الصف اللي انا كنت واقف عليه اصبح ارتفاعه واحد سنتي. وخلي بالكم الارتفاع ممكن اتحكم هنا بشكل سريع هتلاقوا هنا في ارتفاع وفي العرض لو مثلا عايز ازود الارتفاع شايفين بيزيد معي ازاي ولو عايز اقلله نفس الكلام وهنا العرض بتاع الصف لو انا عايز ازود العرض انا كده بزود العرض بتاع الصف ولو عايز اقلله يبدأ اقدر اتحكم في اي عمود واي صف من هنا وفي عندي ميزة حلوة جدا لو انت مثلا عندك الاعمدة دي مختلفة في الحجم والصفوف برضو مختلفة في الحجم وانت عايز تخلي مثلا كل الاعمدة دي بنفس الحجم يعني بنفس العرض بتكت زر واحدة هتلاقي في زر هنا اسمه تقسيم الاعمدة يعني هيقسمهم بالتساوي اضغط عليه مرة واحدة خلالك دلوقتي مين الاعمدة اللي فوقه بالتساوي تابه اللي تحت ما تعملتش تلاب ليه لان انا كنت مظلل الصف الاول فقط تعالوا نعمل كنترول زت وتعالوا نظلل الجدول كله ونعمل تقسيم اعمدة خلالي كل الاعمدة متساوية لو انت عايز تخلي الاعمدة متساوية يعني في العرض بتاعها بحيس ان هي تكون كلها متساوية وكمان الصفوف لو انت عايز مثلا تخلي الصفوف متساوية بدل ما فيه صف كبير وصف صغير فتضغط على كلمة تقسيم الصفوف خلالك الصفوف متساوية كده احنا عرفنا اهمية الارتفاع والعرض وتقسيم الصفوف وتقسيم العمدة دي طبعا كنا بنجيبها من قيمة الخصائص اللي هي صف وايه وعمود اه طبعا ايه موجودة برا هنا مش محتاجين ندخل هنا ونعملها كل الحاجات دي موجودة برا فمش هنتكلم عنها لان لها ازرار سهلة برا تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده عندي هنا ادراج لاعلى يعني ادراج لاعلى يعني ادراج لاعلى يعني ادراج لك صف اعلى هذا الصف طبعا انتو شايفين ان الصف الملون ده فوقي صف واحد لو عملت ادراج لاعلى اصبح فوقي صفين تمام طيب خلي بالك الصف اللي بيتم اضافته بيكون بنفس تنصيق الصف اللي انت واقف عليه يعني شوف اعطاني بنفس اللونة هاو طب لو انا قلت ادراج لاسفل هيضيف لي صف بالاسفل طب لو انا عايز اضيف على اليمين عمود فعندي ادراج الى اليمين فبيضيف لي عمود على اليمين طب لو عايز اضيف على اليسار فبقول له ادراج لليسار شايفين فدي ازرار بستخدمها لادراج صفوف واعمدة بشكل سريع يعني مثلا نفترض ان انت كاتب معلومات هنا مثلا محمود وهنا ايه احمد مثلا افتكرت ان انت عايز تضيف واحد بعد محمود بس مفيش مكان هتاجي عندي محمود وتقف وتقول ادراج لاسفل فيفتح لك خانة جديدة ممكن تكتب مثلا محمد يبقى دي ادي فكرة الادراج اللي هي ادراج لاعلى ادراج لاسفل وادراج لليسار وادراج لليمين وهنا زر رسم الجدول ده باستخدمه لو انا عايز مثلا اقسم خلية الى النصين ممكن اقسم كده انا كده اسمت الخلية دي الى النصين ودي باستخدمها في تقسيم الخلايا او تقسيم الاعمدة او تقسيم الصفوف بشكل سريع والممحاة هنا لو انا عايز امحي حدود مسلا انا اسمت دي او عايز امحيها عادي جدا بالمساحة كده اقف عليها وامساحها يبقى انا كده اقدر امحي حدود معينة ولو عايز اضم الخليتين دول مع بعض فبامسح الحدود اللي بينهم فعملي ضم للحدود دي مع بعض ودي خاصية دمج الخلايا وعلى فكرة الخاصية دي موجودة هنا في ازرار بس لما بعملها هنا بالرسم وبالممحاة بتكون سريعة يعني الرسم ممكن اقسم الخليطين نصين كده ادي الرسم تمام والممحاة ممكن اضموهم مرة تانية مع بعض فكرة سهلة وبسيطة ممكن اعمل ده بالازرار اللي موجودة هنا ازاي يعني مثلا خلونا نضغط بره كده الجدول نفترض ان انا عايز اضم الخليتين دول بروح مزلالهم واجي على زر اسمه دمج الخلايا فعملي ضم ليهم طب نفترض ان انا عايز اقسمهم مرة تانية اقف على الخلية المراد تقسيمها واروح على كلمة تقسيم الخلايا واقول له والله انا عايزها عمودين وصف واحد واقول له موافق كده خلها عمودين وصف واحد لانهم اصلا كانوا عمودين تم ممكن اخلها تلات اعمدة تعالوا نعمل دمج كده اه ممكن بس طبعا الشكل هيختلف هنقول تقسيم خلايا واقول له تلات اعمدة واقول له موافق شوفوا خلها تلات اعمدة يعني هنا ممكن استخدم دمج الخلايا ازلل واعمل دمج خلايا او اعمل تقسيم واختر له عدد الاعمدة وعدد الصفوف وقول له موافق فيعمل لي تقسيم للخلايا نفس الموضوع ده بنعمله بشكل يدوي من خلال زر رسم الجدول والممحاة بس بشكل ايه بشكل يدوي يعني مثلا قلت ممحاة وعايز اعمل دمج للخليتين دول اروح اعمل دمج بينهم شايفين بطريقة سهلة جدا يبقى انت عندك رسم الجدول والممحاة وعندك زر دمج الخلايا وتقسيم الخلايا بيقوموا بنفس الوظيفة في عندي كمان حاجة اسمها تقسيم الجدول يعني ايه تقسيم الجدول شايفين الجدول ده انا نفترض عايز اعمله جدولين ينفع اه ينفع اجي مثلا عندي محمد كده من اول كلمة محمد عايز اقسمه جدول جديد فاضغط على تقسيم الجدول فاصبح ده جدول وده جدول تاني كده احنا اتعرفنا على زر تقسيم الجدول زر الاحتواء التلقاء احنا اتعرفنا عليه قبل كده زي ما انتفقنا اما احتواء تلقائي للمحتويات او احتواء تلقائي ضمن النفذة او عرض ثابت للعمود ده اتكلمنا عنه قبل كده مفيش اي مشكلة فيه تعالوا بقى نشوف الموضوع المحاذاة بتاع النصوص النصوص اللي في الجدول زي ما اتفقنا ممكن اعمل لها محاذاة بشكل سريع من هنا كده محاذاة للوسط للوسط بالاعلى للوسط بالاسفل للوسط لليمين للوسط اليسار وممكن تعملها اعلى اليمين واسفل اليسار يعني بتختار الموضوع بتاع النصوص في المكان اللي تحبه في الخلية عندك كم اتجاه عندك تسع اتجاهات وفي عندك حاجة اسمها اتجاه النص لو انت عايز مثلا النص يكون بشكل عرضي شايفين لما ضغط عليه اصبح كلمة احمد وكلمة محمد بشكل عرضي لو انت عايز ضغط عليه مرة تانية هيقلبها تمام بشكل عرضي بس لو انت لحظت محمد مكتوبة من تحت الفوق اما احمد مكتوبة من فوق لتحت فشوف اتجاه النص اللي يعجبك ولو ضغط عليها مرة تانية هيرجعلك الوضاع الاصلي هما تلت اوضاع بس مثلا من تحت الفوق او من فوق لتحت او من اليمين الى اليسار دي اسمها محاذاة النصوص دي بشكل ودي بشكل اخر طبعا دي هوامش الخلية تكلمنا عنها هناك في خيارات الجدول ان انت ممكن تعمل هوامش للخلية وطبعا ممكن متعملاش هوامش لان هي مش عملية اوي نيجي بقى للفرز يعني ايه فرز تعالوا مثلا نشوف جدول هنكتب مثلا في الجدول ده احمد اه مثلا عبدالرحمن تعالوا بقى نشوف زر الفرز ايه بقى زر الفرز ده لو انا مثلا عندي جدول وفي اسماء وعايز ارتبهم ترتيبا ابجديا عادي جدا من زر الفرز ده هضغط وهيقول لي فرز حسب مين هقول له حسب العمود الاول اللي هو العمود ده وبيقول لي انت عايز ترتبه على حسب ايه طبعا هقول له نص لان دي نصوص وفيه ارقام على فكرة لو كان هنا فيه ارقام وفيه كمان تاريخ لو كان هنا فيه تواريخ مثلا هقول له نص انا عايز ارتبه على حسب النصوص ولو فيه عندك عمود تاني عايز ترتب عليه فبتختار العمود التاني من هنا طبعا انا عندي عمود واحد بس واقول موافق فعلى طول بيرتب لي الاسماء ترتيبا ابجديا طبعا انا قلت له هنا تصاعدي يعني من الالف الى الياء ولو قلت له هنا تنازلي هيعملها من الياء للالف شايفين عكس الترتيب خلى احمد تحت ومحمد فوق لو انتوا لاحظتوا الصف الاولين ده المفروض انه صف مميز مثلا وعايز الصف ده يتكرر معايا في كل الصفحات يعني مثلا نفترض ان انا بعمل كشف والكشف ده هيمتد الى صفحات متعددة لما دي جت ظلل الجدول وتروح على قيمة تخطيط هتلاقي فيه زر هنا اسمه تكرار الصفوف لو انا ظللت الصف الاول وقلت له تكرار الصفوف ده معناه ايه تعالوا نمد الجدول ده كده لحد ما ينزل للصفحة اللي بعدها هكبر الجدول معاكم بزر تاب شوفوا الصفحة الجديدة ايه اللي حصل فيها كرر لي الصف ده يعني الصف الاولاني كرروا في الصفحة الجديدة ودي طبعا ميزة مهمة جدا على اساس ان انت متعدش تكتب البيانات اللي موجودة في الصف الاول مرتين كل ما يفتح لك صفحة جديدة هيكرر لك الصف الاولاني ده بكل بساطة ده اسمه تكرار صفوف الرؤوس تعالوا بقى نشوف معنا كمان زر تحويل الى نص نفترض ان انا عايز مثلا احول الجدول ده الى نص عادي بدون جدول بدون اطارات بدون حدود بدون اي شيء فيتلاع عندكم هنا كلمة تحويل الى نص وهيقول لي انت عايزوا ايه عايزوا فقرات ولا عايزوا جدولة ولا عايزوا فصلة منقوطة ولا عايزوا غير ذلك اقول له لا انا عايزوا فقرات مثلا لكل واحدة بني فقرة اقول له موافق على طول حول لي محمد لفقرة وعلي الفقرة وعبد الرحمن لفقرة وسالم لفقرة وهكذا طب لو انا قلت له ايه حولهو لي وحط لي بينهم فصلة منقوطة مثلا وقول موافق فكتب لي محمد وحط لي فصلة منقوطة وعلي فصلة منقوطة وعبد الرحمن فصلة منقوطة وهكذا ده اسمه تحويل الجدول الى ايه الى نص تعالوا بقى نشوف اخر حاجة معنا مثلا نفترض ان انا عندي الجدول ده فيه بيانات محتاج ان انا اجمع مثلا الطالب ده جايب 25 في مادة الرياضيات مثلا هنقول رياضيات وهنقول مثلا هنا علوم وهنقول مثلا انه جايب 25 هنا وجايب 16 مثلا هنا وعايز اجيب المجموعة هنا هل ينفع جيب المجموعة ببرنامج الورد اه ينفع في عندك دالة هنا اسمه fx اللي هي الدالة الرياضية وهتضغط على ال fx دي وهتلاقي هنا عندك مجموعة من الدوال هنا في دوال المطلق ودالة ال and ودالة ال average ودالة ال count الوبيعد ودالة ال f وحاجات كده بعض الدوال طبعا هي مش عظيمة قوي زي ال excel ولكن بتمشي يعني بتكفي الغرض فمسلا نفترض ان انا عايز دالة الصم اللي هو المجموعة يعني فدور على دالة اسمها دالة الصم اهي دالة الصم هي اختار دالة الصم هنا خلينا الاول نلغي الدوال الموجودة دي ونكتبها من جديد اول حاجة اضغطي ساوي وبعدين اروح لقيمة الدوال واختار دالة الصم وبعدين طبعا عمل لي اقواص فبيقول انت عايز تجمع ايه طبعا هنا مفيش بقى خلايا زي الاسل كده واكتب له رقم خلية ولكن انا بقول له اما اجمع لي على اليمين او اجمع لي على اليسار او اجمع لي الاعلى او اجمع لي الاسفل فانا مثلا هقول له ايه فاكتب بين الاقواص دي كده كده اجمع لي الا على يمين الخلية وقول موافق شفتوا عمل ايه جماعه خمسة وعشرين زائد ستاشر واحد واربعين ولكن زي ما اتفعت معاكم الموضوع هنا مش عظيم قوي بكده الحمد لله تعرفنا على كل قائمة التخطيط وكل ما فيها وطبعا زي ما اتفعتنا ان في بعض الاوامر بتكون مكررة ممكن تستخدمها من بره بطريقة سهلة جدا انت شوف بقى المناسب ليك ونصق الجدول كما تحب ولو في اي معلومة انت مش فهمها اكتبها في التعليقات وان شاء الله نارضها لكم في الدروس القادمة اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته